موسيقى العراق الكاظم من واشنغتون إلى البصرة وعود بمحاسبة قتلة الناشطين وقوة عسكرية لملاحقتهم حرق مقار أذرع إيران في ذيقار والتظاهرات تتجدد التاجي بعهدة الجيش العراقي واستهداف القوات المنسحبة ليبيا هدنة الشرق والغرب لآليات ما يثير التكاهنات بشان مستقبلها الميليشيات المرتزقة والإرهابيون الغام في حقول الحل والجيش حذر من تحركات لفرقطات تركيا تتخذ وضع هجوميا حول سيرت موسيقى بعد حراس الليل أردوغان يقر قوات الامداد ككيان شرطي موازن يتبع رئاسة مباشرة تساؤلات بشان حصره باسطنبول التي تسيطر المعارضة على بلدياتها وفرار الأتراك باتجاه أوروبا أرقام تحكي ولا تكذب موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لنبيكم إلى حلقة شديدة فيهن الرياض موسيقى من واشنكتون إلى البصرة مباشرة كان خط سير رحلة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية على خلفية تواصل عمليات الاغتيال بحق الناشطين والصحفيين ومات لها يوم السبت من موجة غضب شعبية عارمة هدمت وأحرقت مقار تابع لأحزاب موالية لإيران الكاظمي دع المواطنين إلى التحرر من الخوف وتقديم ما لديهم من معلومات لمكتبة فما هي حدود قدرة الكاظمي على إيقاف الاغتيالات ومحاسبة مرتكبية أي دعم قد تقدمه واشنطن للرجل ينجح في مهمته وهل تكفي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية نجل قضاء على الفوضى ما دلالات انسحاب قوات التحالف من معسكر التاجي بعد ساعات من عودة الكاظمي إلى بغداد فور عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن يسيطر مشهدان على العراق انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة التاجي شمالي بغداد وتسليمها إلى القوات العراقية بعد أن كانت وجهة كاتيوشا الميليشيات ضمن خطة للقوات الأمريكية بإعادة التموضع في البلاد وسط استمرار استهداف تلك المواقع من قبل ميليشيا عراقية موالية لإيران اليوم كان هناك تسليم لموقع مهم في معسكر التاجي هذا الموقع تشغل القوات الأمنية العراقية بمختلف مسمياتها بالتأكيد التحالف الدولي اليوم عندما قام بتسليم هذا الموقع إلى القوات الأمنية العراقية وبموجب اتفاق وقع ما بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي وبعد أن عاد شبع الاغتيالات التي طالت عددا من الناشطين تعهد رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي خلال زيارة إلى مدينة البصرة بمحاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال مؤكدا أن لا مكان للجبناء داخل المؤسسات الأمنية الخائف مكانة مويانة حقيقة أقولكم خوف مرة من عصابات مرة من عشائر هذا مدور قائد ميداني يحمل رتبة ويحمل علم العراق والشرف العراق مدن جنوبي العراق وتحديدا البصرة وذيقار شهدت تصعيدا واضحا على مستوى الحراك الاحتجاجي الشعبي لا سيما بعد تصعد الهجمات ضد الناشطين والمتظاهرين والتي ولدت رد فعل غير مسبوق لدى المحتجين تمثل بإقدام مجموعة منهم بواسطة جرافات على هدم مقرات أعزاب أبرزها الدعوة وتيار الحكمة والعصائب فضلا عن حرق مكتب البرلمان وما بين صواريخ الكاتيوشا واغتيال الناشطين يحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحقيق مطالب المتظاهرين وحصر السلاح المفلت وإعادة هيبة الدولة في رأس الدوليمي الإخبارية بغداد أهلا بكم للنقاش ورحب بضيفي هنا في السوديو رئيس منتدى الخبرة السعودية دكتور أحمد الشهري ومن بغداد دكتور معنى الجبوري الباحث الأمني والعسكري أبدأ معك دكتور معنى الجبوري يعني ما هي آلية الكاظمي للقضاء على موجة الاغتيالات التي تعصف بالعراق خاصة في جنوبه مساء الخير لك سيدي والدكتور الشهري ولجميع المشاهدين حقيقة كان لابد على السيد الكاظمي أن يدخل ميدانيا إلى صلب المشكلة وأن يذهب مباشرة إلى مدينة البصرة التي كانت تعاني الأمرين من الانفلات الأمني وعدم حصر صلاح حتى محاولته حين غير القائد العمليات البصرة وقائد الشرطة والأمن فيها لم تأتي أكلها ولم تحقق الغاية المنشودة إنما أثر أن يذهب مباشرة بعد سويعات من عودته من الولايات المتحدة الأمريكية لكي يطلع على ما يجري وما يحدث حيث نحن نعلم أن مطالب الجماهير التي مارسوها والتي تفاعل الشعب معها وأسقطت الحكومة السابقة وجاءت بحكومة الكاظمي لابد أن يحقق لها شيئا ميدانيا بعيدا عن البيانات والتصريحات والتغريدات التي نسمعها لذلك حقيقة ما قام به من تغييرات على الصعيد الميداني من وعود قطعها على نفسه في تعهداته لهؤلاء الشباب المنتفضين هؤلاء الثوار الذين ذاقوا الأمرين خصوصا في مدينة البصرة التي تعتبر من أغنى محافظات العالم كونها تمثل سلة العراق النفطية أكثر من تسعين بالمئة من واردات خزينة الدولة تأتي من محافظة البصرة وموانيها لذلك شعبها يعاني الأمرين حتى ماء صالح للشرب لا ينتهيك الخدمات معدومة البطالة الفساد انفلات السلاح وهذا حقيقة يشكل مشكلة كبيرة عدم سيطرة الدولة على السلاح المنفلت التي يسيطر على الشارع البصري ويدفع ثمنه كثير من الثوار من الشباب الذين يطالبون بحياة كريمة ويطالبون بحقوقهم التي هي أبسط حقوق الحياة لذلك حقيقة خطوة كانت مهمة أن يذهب بفردي ويشكل خلية أزمة ويشكل هناك طبعا كان يصطعف معهم وزيري الدفاع والداخلية والأمن الوطني لكي يطلع على جميع مجريات الأعداث وأن تكون هذه الخلية الأزمة والمسؤولين العسكريين مسؤولين مسؤولية مباشرة أمامه وأمام القانون العراقي في محاسبة هذه الأذرع المسلعة الميليشيات العصابات نعم وجميع هذه القوى التي تمتلك سلاح منفلت وحقيقة سببت إشكالية كبيرة هذا واضح دكتور معنى الجبوري هذا واضح سعود لك ولكن دعني أخذ رأي ضيفي هنا على ما ذكرته يعني هل يملك العراقيون الآن خاصة في البصرة وما جهورها يعني خيارات أخرى لدينا الآن هدم لمقار أحزاب تابع لإيران حرق لهذه المقار هناك تراخي كما قال الدكتور معنى الجبوري ليس هناك خدمات ويبدو أن الموضوع ليس فقط أمني ولكن كل المسؤولين في المحافظة حسنت بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ المفرح وإلى الزميل الصديق الدكتور معن وإلى الأخوة والأخوات المشاهد الكرام هذا الحقيقة المشهد الذي تفضل به الزميل معنى هو المشهد الذي يسود في العراق بشكل عام وهو الحقيقة مشهد تشاؤمي مأساوي قدوم السيد الكاظمي إلى البصر مثل ما تعودنا على الرؤساء السابقين في أي حادث تم الحوادث يأتي لواسي المصابين والقتلة والجرحة ويعد بتشكيل اللجان وأيضا يعد بالقبض على القتلة وتسليمهم من العدالة ولكنه لم يحدث شيئا من هذا على الأقل يعني في عهد الكاظمي يمكن أربع أو خمس حالات قتل أو خطف لناشطين وسياسيين منهم الدكتورة الربا ومنهم أيضا المحل السياسي الهاشمي ومع ذلك لم نشاهد أي شخص يقبض عليه ما هو السبب؟ السبب هو هناك دولة عميقة قوية هناك دولة مسلحة مدعومة بأسلحة إيرانية وأيضا بميليشيات مناوئة للدولة القدرة الآن ليست فقط في يد الرئيس الوزراء الكاظمي فقط وليست أيضا في يد الشعب العراقي الذي بحّت حناجرة من قدرة الصوت وأيضا من قدرة المظاهرات ولكن لابد أن يكون هناك مشروعا عراقيا كاملا من المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إضافة إلى فعاليات المجتمع بشكل عام إما أن يعود العراق كدولة ما الذي سيجبر هؤلاء على الاجتماع وعلى أن يكون لديهم مشروع يعني إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه لا أحد يريد أن يجلس مع أحد كما قال الزميل إذا كانت البصرة تشاطي البحر وتعيش العطش ونهر دجلة والفرات ولم يعد العراق بلاد الرافدين لأن هذا الرافدين قد جفف إذا أراد الشعب العراقي وهو دولة قوية دولة سلت غذاكة ما تفضل الزميل بمواردها وبقدراتها وبرجالها وبفكرها إذا أرادوا أن يعودوا إلى أن يكونوا دولة وشعب قوي فهذا هو المشروع الوحيد الذي أمامهم وإلا ستستمر هذه الأوضاع هناك من يريد أن يبقى العراق في هذا الوضع هناك من يريد أن يبقى العراق ضعيفا متحاربا متناحرا كلما برز صوت وطني سواء كان رئيس وزراء هناك من يسعى إلى إفشاله هناك من يسعى إلى كتم أي صوت وطني سواء كان إعلامي أو محلل سياسي أو أي فئة من الفئات إذا يجب أن نضع اليد على الجرح من هم هؤلاء هناك قوات قوية داخل العراق هناك ميليشيات ما تفضلت به من حرق هذه المقار لا يعنيهم أن يحرق مبنى أو مبنيين هناك عشرات مباني ممكن استنباتها هناك أيضا ترسانة من الأسلحة وأنا أقولها في هذا المقام قبل ذلك أن الحدود التي كانت مفتوحة من 2003 على العراق تم تسريب مئات بل أطنان من الأسلحة النوعية من الأسكوت من الطيران المسير من الأسلحة القصيرة من الكاتيوشا وهذا ما نشاهده الآن في استداف القواعد الأمريكية طيب دكتور معنى جبوري يعني إذا كانت الأجهزة الأمنية فشلت في التحقيق أو فشلت في الإدانة والإشارة إلى مرتكبي هذه الجرائم لكن يبدو أن الشعب العراقي إلى حد ما يعرف هؤلاء هناك هدم لمقار ميليشيات بدر عصائب أهل الحق في ذيقار وهناك إحراق لصور الرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي واتهام من قبل الجماهير العراقية بأنه هو من يذكي هذه التحريض على قتل المتظاهرين نعم أتفق مع ما تفضل به الزميل العزيز الدكتور الشهري نحن نعلم أن هناك الآن حقيقة أحزاب تمتلك أذرع مسلحة تمتلك ميليشيات حاكمة تسيطر على الواقع ولها نفوذ قوي ولذلك القوى الأمنية حقيقة مهما بذلت من إمكانيات مهما بذلت من محاولات هناك قوى مضادة هي الفاعلة على الأرض كما هو معلوم وأكبر دليل على ذلك محاولة الكاظمي منذ بضعة أشهر وهذه الأحداث حقيقة عايشناها على مدار الأيام إنه حاول أن يغير المنظومة العسكرية والأمنية بدءا بوزيري الدفاع والداخلية الذين جاء بهم محاولة من خارج المؤسسة العزبية وخصوصا الأحزاب الإسلامية الحاكمة ومن ثم غير الكثير من القيادات هذه كلها حاول من خلالها أن يؤسس إلى منظومة أمنية عسكرية جديدة إنما الأدوات التي يمتلكها معدودة أستاذ العزيز رغم أن الشعب العراقي معه كما هو معلوم حيث الانتفاضة الآن تعم العراق بالكامل والعراق الآن أكبر دليل على ذلك ما يقوم به من حرق وهدم وحتى على صعيد التواصل الاجتماعي التندر والإهانة إلى القيادات الحاكمة الفاشلة التي أخفقت في أن تحقق الحد الأدنى من أبسط مقاومات الحياة للإنسان العراقي على هذا الأساس على الكاظمي الآن بعد أن لجأ إلى عملية تغيير القيادة الأمنية والعسكرية والاعتماد على قوى الشعب أضف إلى ذلك الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الأمريكي واضح جدا أن هناك دعم حصل عليه من الرئيس ترامب والجانب الأمريكي يعزز مواقفه ويدعم موقف الكاظمي وإن كانت كما ذكرت هناك قوى معارضة قوية أسست لنفسها إمبراطوريات حاكمة أسست لنفسها قوى تمتلك المال والسلاح والجاعة بعد قليل ولكن نتحول إلى موضوع آخر في العراق بعدما سلمت قوات التحالف لقاعدة التاج إلى القوات العراقية نتحدث عن همية هذه القاعدة كيف كانت مسيرتها في الحرب على تنظيم داعش بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحتما بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والقسم الأكبر منها الفاعل هو القوات الأمريكية هذه كانت متناثرة في أكثر من موقع نحن نعلم هي انسحبت هذا الموقع الثامن الذي انسحبت منه أي معسكر التاجي الذي يقع شمال بغداد حوالي 20 كيلومتر إلى شمال من بغداد لذلك العملية كانت معدى الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تحصر قواتها في قاعدتين ستراتيجيتين أساسيتين هما قاعدة البغدادي في محافظة الأنبار وقاعدة حرير في أربيل في كردستان هذه القواعد ستراتيجية لا يمكن المساس بها ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عنها أما بالنسبة لوجود قوات هذه ليس قواعدة أمريكية سيدي إنما وجود أمريكان مع القوات العراقية مشتركة تقدم عمليات نوعية تقدم خدمات لوجستية تقدم المشورة وتقدم المعلومة الاستخباراتية نعم دكتور الشهري حتى وإن كانت قوات تحالف وأغلبها أمريكية أو بقيادة أمريكية ولكن كيف يخدم العراق هذا إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من الكاظمي أن ينهي التواجد الإيراني وينهي الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وينهي موضوع الإغتيالات فما الدعم الذي يمكن أن يقدمه الأمريكيون هنا الحقيقة خروج التحالف من هذه القاعدة وهي قاعدة قريبة وتحت القصف نعم وفي مرمى الصواريخ التي انطلقت إليها من شمال بغداد هذا يصب في مصلحة الطرف الآخر وهو إيران إيران بعدما ضغطت على البرلمان وأصدر البيان المعروف بإخراج القوات الأمريكية والآن خرجت هذه القوات من شمال بغداد من هو المستفيد الآن؟ المستفيد هو إيران والميليشيات التي تدور في فلكها داخل بغداد أعتقد أنه لو تم توازن في عملية الانسحاب ما بين قوات التحالف والقوات الأمريكية إضافة إلى القوات الأجنبية داخل العراق والنفوذ الإيراني لأن طالما الوجود الإيراني لا زال موجودا في بغداد وفي العراق بشكل مباشر أعتقد أن خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف سيوجد فراغا تستغلهم ميليشيات الحجد الشعبي وسنرى في الأيام القادمة مزيدا من التصعيد في الداخل ما رأيك دكتور الجبوري باختصار شديد انتكرمت هل بدأت مرحلة تكسير العظام بين إيران والأحزاب الموالية لها من جهة والتواجد الأمريكي كان هناك استهداف للقوات المنسحبة من معسكر التاجي وحتى وين كانت دولية الوجود الأمريكي مفيد في جميع الأحوال كما نعلم منذ 2014 ساهم في تحرير المعافظات التي سقطت بها داعش قدمت دعم الجوي اللوجستي السلاح العتاد التدريب المشهورة والمعلومة الاستخباراتية هذه الخسارة كبيرة تعد إلى القوات المسلحة العراقية التي تعتاج هذا الدعم الذي كان يقدم إليها ولكن أنا ذكرت وجود هذه القوات بعض هذه القوات في أكثر من مكان وحتى وجود بعض القوى الآن معدودة في السفارة الأمريكية داخل الجرينزون في مطار بغداد وهناك تعاون كبير لا يمكن أن تخسره الحكومة العراقية وأعلن الكاظومي من واشنطن أنه بحاجة إلى الوجود الأمريكي في العراق ومساعدة القوات المسلحة العراقية شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور معنى الجبورية الباحث الأمني والعسكري نتحول إلى ليبيا بيانان متزامنا فصلتهم دقائق قليلة فبعد إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وقفا لإطلاق النار استجابة لما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف الجائحة كما جاء في البيان جاء بيان صادر عن رئيس مجلس النواب شرقي ليبيا عقيل صالح ودعا لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا من أجل قطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولا إلى إخراج المرتزقة فما فرص نجاح الاتفاق والهدنة وكيف سيصار إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ما هو مستقبل قائد الجيش اللواء خليفة حفتر وكيف ستخرج المرتزقة والقوات الأجنبية ومتى ومتى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مواصل مع رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد الشيري ضيفنا هنا في الستوديو ومن القاهرة ينضم إلينا مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد الأسمر دكتور محمد قبل أن نخوض في تفاصيل هذين البيانين ولكن الآن هناك إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس يعني نتساءل عن ما يحدث هناك والشعرات التي رفعوها نريد إسقاط الشعب يريد إسقاط النظام نعم أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله منذ الأمس يتم إطلاق النار في المنطقة الغربية من قبل الميليشيات المنضوية تحت الوفاق والتي تسمي نفسها قوة الداخلية والردع في مدينة الزاوية 40 كم غرب طرابلس وفي مدينة الأصابعة في سفح جبل غريان 72 كم من جنوب غرب طرابلس اليوم في طريق الفتح طريق الشط في قلب العاصمة طرابلس من قربي الساعة الخضراء ميدان الشهداء حراك 23 ثمانية الذي تناد به مجموعة من الشباب الليبيين في سبهة وفي الزاوية وفي بنوليد وفي كافة أنحاء البلاد وخاصة في المنطقة الغربية تظاهرا واحتجاجا طيب سأعود لك دكتور الأسمر هناك مشكلة في الصوت والصورة من المصدر لديك يعني هذه الهدنة أو البيانان يعني المتزامنان هل كان مفاجئا بالنسبة لك ولماذا كانت من الطرف الضاغط أو الداعم لهم أحسنت أنا الحقيقة أعتبرها مبادرة إيجابية وطيبة وأستمعت إلى أحد الأخوات ممن هذه المبادرة؟ إذا كان كل طرف قبل أسبوع يقول لن أجلس مع الطرف الآخر استمعنا الآن إلى هذا الخبر يعني سواء من حكومة السراج أو من رئيس البرمان عقيلة صالح هذه أعتبر أنها بداية طيبة والأفضل من هذا أنه استمعت أيضا إلى أحد الأخوة الليبيين عندما قال ليست هدنة وإنما هو إنهاء الحرب هذه الكلمة الحقيقة تعطينا مؤشر جيد ولعلنا ننظر إلى هذا الموضوع من عند الزوايا أولا الزاوية الأولى هو اقتنع الفرقاء في ليبيا أن هذا التدخل لن ينهي أو لن يفضي إلا إلى مزيدا من القتل ومزيدا من الدمار هذا أولا الأمر الثاني أيضا قناعة غربية أن التدخل أو كثرة اللاعبين على الصعيد الليبي أدت إلى هذا التأزم الأمر الثالث أيضا وهو كان لاعب غير نزيه وهو نظام أردغان الذي زج بما وصل إلى 15 أو 16 ألف ثم وضعت الخطوط الحمر على سيرت والجفرة فعند ذلك لم يبقى له إلا أن يصرف على هؤلاء المرتزقة من خزينة الشعب التركي وبالتالي أصبح هؤلاء المرتزقة عبئا أيضا على ليبيا بس لما هم عبئا أيضا على تركيا هناك أيضا مؤشر الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا وهما أيضا لعبان رئيسية في المنطقة وبعد ما حدث وما شاهدوه في البحر الأبد المتوسط من هناك فات وتدخل وتنقيب عن النفط وأيضا توقف النفط الليبي أعتقد أن هذه المبادرة جاءت من أجل أن يعود تدفق النفط الليبي الذي هو يعتبر الحقيقي السلعة طيبة لا يمكن بالفعل كل الطرفين أيقن تماما بأنه لا يمكن الحسم العسكري فلذلك في النهاية يجب الوصول إلى حل نعم هذا هو مختصر ما أريد أن أقول أنه في الأخير أنه لا بد أن تضع الحرب أو زارها وأنه يعود النفط الآن للتدفق وهو أيضا مطلب لإيطاليا وفرنسا وأوروبا والأولئة المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت بعد السقوط أو بعد فشل كل هذه المحاولات وأعتقد أنه إحياء طبعا ربما يأتي القادمة الآن ونتحدث عن مصير الجيش وعن مصير حفتر وعن مصير السراج دكتور محمد الأسمر هل تمثل هذه الاتفاقية أو الهدنة إنهاء للحرب من وجهة نظرك باعتبار أنه كل طرف غير قادر ويعرف ذلك تماما بأنه غير قادر على الحسم العسكري نعم هو الحقيقة الهدنة بإعلانها هذا مجرد إعلان تفتقر إلى حد الآن من جانب حكومة الوفاق إلى وضع الآليات والالتزامات الشارحة وكيفية خروج المرتزقة لأن الوضع القائم أن الجيش والبرلمان يوفقون على وقف اطلاق النار منذ موفقتهم ومشاركتهم في إعلان القاهرة في السادس من يونيو والوفاق تخلفت عن ذلك وبرغبة تركية واضحة بعد وجود الضغوطات الأمريكية الواضحة في الملف على الجانبين التركي من جهة والروسي من جهة أخرى جاءت الوفاق بهذه المبادرة أكدها مجلس النواب ليس موقفا جديدا ولكن الآن نحن في موقف دقيق جدا بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار قلنا أن الميليشيات التابعة لحكومة الورفاق تطلق النار على الأهالي في الزاوية وفي الأصابعة على سفح غريان 70 كم جنوب طرابلس وفي طريق الشط طريق الفتح في قلب العاصمة طرابلس على مجموعة من الشباب حركة 23-8 الذين خرجوا احتجاجها عن انقطاع الخدمات وانقطاع للكهرباء والسيولة والماء والمقاومات الأساسية للحياة هذا من ناحية ناحية الثالثة ما داعه الجانبان البرلمان أو الوفاق يتطلب ضمانات دولية وجهود دولية راعية وفي مقدمتها إذا تم ضخ النفط يجب وضع المعيدات في حساب ثالثة وحساب مصف الليبي الخارج طيب من سيراقب كل هذه من سيراقب خاصة موضوع النفط وأمواله نعم هذا يتطلب ألية دولية والمجتمع الدولي الحقيقة إلى حد الآن لم يتبط نية صادقة تجاه ذلك منذ عام 2011 وإذا ما أتينا فقط في هذا العام المجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 2510 الصادر في الثاني عشر من فبراير الذي يوجب وقف اطلاق النار على الطرفين لم يقم بمتابعته أو محاولة تتبيته حتى قرارات حضر توليد الأسلحة آخره قرار رقم 2526 الصادر في شهر يونيوم بتمديد حضر توليد الأسلحة لم تقم الأمم المتحدة بأي إجراءات حيال ذلك بالإضافة إلى أن المبعوث الأمم المتحدة بعد مستقال لم يتم تكليف خليفة له وأن ستيفني القائمة بالأعمال بالوكالة لن تحرك ساكنا في مهام أصلية وتابتة للمراقبة المتابعة المتحدة عما حدث في كل من صبراته وسرمان وترهون ومن ادعاة من خلال جانبين باختراق الحالات الإنسانية وجرائم الحرب التي تم ارتكابها كل يتهم الآخر يجب على المتحدة أن تكون جهة ثالثة راعية ضابطة وبالتالي فإنه إلى حد الآن لا توجد ثقة كبيرة فإن يقوم مستجتمع الدولي بمسؤولاته ولكن كان هناك اتجاه قوية من الولايات المتحدة التي دخلت لاعبا بشكل مباشر لأن أمريكا منذ عام 2011 لم تكن تتولى الملف الليبي بشكل مباشر وإنما من خلال وكلاء ومتحالفونها لها على الساحة الليبية وخاصة من دول اتحاد الأوروبي كانت بريطانيا ثم فرنسا ثم إيطاليا الآن تعاملها مع تركيا مبدي على مدى تطور الموقف الروسي في ليبيا وأمريكا تقوم بمجرد ردات فعل تجاه ذلك ولكن عموما إذا ما أخذنا هذه المبادرة الآن من حكومة الوفاق ومجلس النواب بعين الاعتبار فإنها تتلائم وتتماشى مع مخرجات برلين بشكل إداري ومبدئي ومع إعلان وبيان القاهرة مما أدى لتأييدها من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وكذلك اتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الآن من برغزيا انضم إلينا رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية سيد خالد الترجمان سيد خالد يعني هذه الهدنة هذا الاتفاق سميها ما شئت ما هي فرص نجاحها ماذا تختلف عن بليرمو عن برلين عن القاهرة عن أيضا اتفاق في المغرب وعن باقي الاتفاقات التي وقعت أهلا بي سيد مدرع على كل حال هذا البيانان اللذان صدر الجمعة الماضية واضح أنهما صدر من مشكات واحدة صدر من إدارة واحدة بالتأكيد كان ورائها الحراك الكبير الذي قام به السفير الامريكي كذلك تحركات سيد عقيلة رئيس مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة يبدو أنها أوصلت الجميع إلى أن صدر هذان البيانان ولكن القراءة في البيانين أعتقد أنهما يحملان بذرة فنائه أولا الحديث على أن سرت منطقة عازلة من زوعة السلاح هذا الأمر لن يقبل به أي ليبي حتى الليبيين الأحرار المتواجدون في غرب البلاد لن يقبل أحد بأن تنزع هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات المسلحة والتي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية والشرطية والتي تعد المدخل الرئيسي لثروات الليبيين كيف يمكن أن يقبل أحد بأن تكون منطقة من زوعة السلاح هذه ناحية الناحية الأخرى الحديث عن انتخابات وفق قاعدة قانونية هذا كلام مرسل كما يقول القانونيين في مارس القادم كيف يمكن أن يتأتى ذلك هل قبل خروج المستعمر التركي وخروج المرتزقة السوريين أو بعد ذلك ثم الحديث عن أن سرت ستكون مقر للحكومة القادمة والحديث على أن حكومة وحدة وطنية كذلك أن لابد من مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء سرت من لا يعرف سرت سرت للأسف أحد المدن الهامة في ليبيا والتي نتمنى أن تستعيد عافيتها ولكن سرت دمرت بالكامل ماذا تفهم أنت سيد خالد لم يكن هل هو مقدمة ربما لإيجاد هذه المنطقة الآمنة الفصل بين الطرفين بحيث تبقى هناك حكومة في طرابلس ويبقى هناك في الشرق وبالتالي تكون الأمور إلى حد ما هادئة إلى أمد وإنتاج النفط يستمر هو البيت القسيد كما قلت أستاذ الدر أنه هو النفط أن كل هذه المحاولات بعد أن ذاق باءت محاولات أردوغان ثلاث مرات لإقتحام سرت لم يكن سرا ذلك ثلاث مرات ومحاولات من أرتال أن تقطع حم سرت وتم تدميرها بالكامل فالآن وسط هذا الوضع المتفجر ربما يكون إمكانية أن يذهب الجميع إلى حوارات قد لا تنتهي ولكن الإطار الصحيح هو تصدير النفط تصدير الغاز السيطرة على منطقة الهلال النفطي منطقة خليج سر هذه هي البوثقة الأساسية الآن لدينا سعي لتجاوز صفحة الصراع والاقتتال يقول عقل صالح واستناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي له لم يذكر أين سيكون هذا الحساب ولكن هل يعني ذلك أن هذه الدولة التي سيكون فيها الحساب المصرفي هي من تدير العملية والله أنا لا أتفأل بهذا الموضوع لأنه يحتاج إلى حوكمة دولية ويحتاج إلى مراقبة ومن سيصرفها ومن سيكومة لا صرف الآن حتى تشكيل حكومة إذا مثلا داعي للإنتاج لأنه الإنتاج يحتاج إلى سيولا والشعب الليبي توتير الخدمات الليبي نعم فكونها توضع هذه الأموال ولا أموال تصبح ولا يستفاد منها فكأنك لم يستفاد من هذا الإنتاج فهذه عقبة في نقطة أخرى أنا أريد أن أكد عليها على موضوع منزوعة السلاح لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تفرط في شبر من أرضها تحت مصطلح منزوعة السلاح لأنها تعتبر طاقة السيادة عليها ولذلك أنا أعتقد أنها تكون خالية لكن هذه منطقة صراع في النهاية إذا كانت بين دولتين فتعتبر منزوعة السلاح حتى يتم الحسم أما داخل دولة ينزع السلاح داخل مدينة وهي مدن نفطية هذا الحقيقة يعطي مؤشر كأن هناك هجمة أو هناك نفس استعماري جديد طيب إذن على مدار الأزمة الليبية حضرت المؤتمرات والمبادرة الداعية للسلام إلا أن الحلول كانت دائما مستعصيا نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مستقبل خليفة حفتر اللواء خليفة حفتر ما هو مستقبل السراج ومن سيعرف الميليشيات التي يجب أن تخرج أولا فلنبدأ بالقوات المسلحة العربية الليبية هذه القوى الوطنية التي استهدفها الناتو بالتدمير وثم استهدفتها الميليشيات الإرهابية بعد ذلك بالقتل والاقتيال جمعها المشير خليفة حفتر بكل اقتدار في المعارك ضد الإرهاب في نهاية 2014 و2015 فيما بعده وبالتالي فإن الآن المؤسسة القائمة الحقيقة هي تحت قيادة المشير خليفة حفتر بالتراضيبيات العسكرية لحد الآن لا يزال مشير حفتر قائد العام من قوات المسلحة بتوافق القيادات العسكرية على ذلك تاني أن البيان الصادر اليوم من قوات المسلحة والذي أشار فيه عدم ميكانية أو صحة أو دقة ما تم تصريح به من قبل الوفاق فيما يتعلق بمنطقة منزوعة أو باستمرار ضخ النفط أو بوقف إطلاق هدنة دون وجود الضوابط اللازمة في مثل هذه الحالات من المعارك فائز السراج الذي أدل بالصغة التوافقية ما بين اختلفات الإخوان المسلمين فيما بينهم بالدرجة الأولى وعدم رغبته في تسليم المواطن المواطن العام بعد انتخاب البرلمان في 2014 وجاء في مرحلة كان يجب أن تنتهي بموجب اتفاق الصخيرات ليس له حضود كثيرة بالانشقاق الحادثة داخل الوفاق نفسه لديه الآن مواجهات مع معتيق نائبه الأول يسنده كاجمان لديه خلافات مع بشار الذي يحاول إضافة نفوذ كبير إلى مهامه أكثر مما يجب نعم سيد الترجمان كيف سيصار إلى انتخابات رئاسية كيف سيصار إلى انتخابات نيابية من سيخرج من سيأتي لا أعتقد أن هناك أي حديث يمكن أن يتناوله أحد عن انتخابات رئاسية أو برلمانية وغير ذلك في أي ظروف هل هي في ظروف سيطرة الحجد الميليشياوي الذي الآن داخل مدينة طرابلس يطلق الرصاص على متظاهرين يبحثون عن لقمة الخبز متظاهرين فاض بهم الكيل خرجوا الآن في مدينة طرابلس في كافة أحياها وخرجوا في صبراتها وخرجوا في الزاوية كذلك في مدينة الأصابعة والآن يقمعون بالرصاص ألا تحدث معك في هذا الاستوديو وشباب طرابلس يقمعون بالرصاص لأنهم خرجوا ضد السراج وخرجوا ضد سوء المعيشة وضد الكهرباء الغاز البنزين السيولة النقدية هذا قلناه في بداية الحق ألا يكون ذلك ربما محفزا على التغيير نعم أعتذر بنك ولكن من دفع باتجاه هذا الاتفاق وكما قال الضيوف بأن الولايات المتحدة كانت لها اليد الطولة أليس بإمكانها أن تدفع باتجاه قوانين الجلوس لطاولة المفاوضات والانتخابات الرئاسية باختصار باختصار قد تقود الحصان إلى النبع ولكنك لن ترغمه على الشراب شكرا جزيلا قد يقودون بهذا الشكل الصراج وعقيلة صالح ولكن على الأرض هناك لغة أخرى وهناك شيء آخر يحدث على الأرض شكرا جزيلا لك رئيس مجموعة أن يقبل العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية السيد خالد الترجمان وأشكر أيضا من القاهرة مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد الأسمر شكرا جزيلا لكم بعد أن حول قوات حراس الليل إلى قوات مدججة بالسلاح وافق أردوغان على إنشاء قوات الدعم قوة جديدة مكونة من 500 شرطي ستقدم تقاريرها إلى مديرية أمن اسطنبول ومنها إلى مكتب رئاسة الجمهورية نهج الرئيس التركي في استحداث القوة الأمنية بشكل نوازي الشرطة أثار سيلا من الانتقادات فاعتبر حزب الشعوب الديمقراطي أن أردوغان عبر تشكيل القوات الموازية يسعى لتشكيل نظام الرجل الواحد فما هو هدف أردوغان من استحداث قوات أمنية موازية ولماذا البداية كانت من صنبول بعيدة عن الأجهزة الأمنية التقليدية قريبة لأردوغان الرئيس التركي يستحدث كيانا أمنيا آخر موازيا للشرطة حيث صدر مرسوم رئاسي بتشكيل ما يسمى إدارة قوة الامداد التابعة لمديرية أمن اسطنبول وهي وحدة تتكون من 500 شرطي سيقدمون تقاريرهم بشكل مباشر إلى مديرية أمن اسطنبول ومنها إلى المكتب الرئاسي لأردوغان مباشرة هي لجسة الأولى من نوعها حيث أنشأ الرئيس التركي ميليشيا أطلق عليها حراس الليل بعد إعطائها غطاء شرعيا بالقانون الذي مرره البرلمان في يونيو الماضي ومدينة اسطنبول التي يسيطر فيها أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض على 29 بلدية من مجموعة 39 بلدية هم هدف أردوغان باستحداث تلك الأجهزة الأمنية التي تأتمر بأمره ما جلب انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التركية والنشطاء الحقوقي أما الشعوب الديمقراطي فقال أن أردوغان يسعى لتشكيل نظام الرجل الواحد بتشكيل منظومة أمنية تتبع سلطته الشخصية على غرار ما يحصل في إيران عبر الحرس الثوري وزيادة وتيرة الاعتقالات سجون أردوغان امتلأت بمعارضيه وحتى وسائل التواصل الاجتماعي صارت تحت سيطرته ليتحرك مواطنه تجاه الحدود اليونانية والبلغارية طالبين اللجوء إلى أوروبا في ظاهرة جديدة تؤكد أن الكأس قد فاض من استبداد أردوغان حتى أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي وصفت أعداد طلبات الهجرة واللجوء من تركيا بالهستيرية هجرة تبدو طبيعية مع الانهيار الاقتصادي وانعدام الأمل في المستقبل مع مغامرات أردوغان وأطماعه التوسعية التي يدفع فاترتها المواطن التركي غالبا وانتهاك الدستور وسيف القمع المصلطي على رقاب الجميع واصل مع الدكتور أحمد الشهري ضيفي هنا في الأستوديو ومن القهرة ورحب انضمام البحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير عبد الفتاح دكتور بشير يعني بعد حراس الليل الآن مديرية قوات الدعم ما هي أهداف أردوغان من استحداث هذه المنظومات الأمنية بشكل مستمر كل التحية لك أستاذ مفرح ولبيفك الصديق العزيز الدكتور أحمد ولفريق العمل ومشاهدي برنامجك المميز في كل مكان هذه حلقة في مسلسل جهود أردوغان لمعاقبة المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية في تركيا إثرى ما يعرف بمسرحية الانقلاب الفاشل في يوليو من العام 2016 أردوغان سرح الألاف من الضباط برتب مختلفة أردوغان أنشأ مؤسسات أمنية وعسكرية موازية للمؤسسة العسكرية يلاحق الفارين منهم واللاجئين منهم إلى دول أوروبية أخرى والآن ينشئ مؤسسات جديدة موازية بديلة على غرار التجربة الإيرانية على غرار البسدران البسيج كما هو الحال في التجربة الإيرانية التي يرنو إلى استلهامها من المفترض في الأجهزة الأمنية كما تعلم أستاذ مفرح ويعلم الدكتور أحمد أنها تعبر عن كافة ألوان الطيف المجتمعي للدولة وأنها بوطقة صهر للمجتمع الآن أردوغان يقصر هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية الجديدة على المنتمين لحزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه ومن ثم ولاءهم لأردوغان وحزب العدالة وليس للدولة أو المواطن التركي هم إذن يدافعون عن أردوغان وحزبه ولا يدافعون عن الدولة التركية هم لا يعملون من أجل سيادة القانون ولا يحترمون حقوق الإنسان ماذا عن التوقيت توقيت الإعلان هل اختره بعناية بعد أن أعلن عن وجود الغاز في البحر الأسود واكتشافه هناك في يونيو الماضي كانت هناك تجربة حراس الليلة التي مررها البرلمان برغم رفض المعارضة والشارع التركي والتشكيك في نوايا أردوغان منها اليوم فجأنا بهذا التحول الجديد التوقيت مهم لعدة أسباب أولها النزيف المتواصل في شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية وكانت آخر استطلاعات الرأي قبل يومين تؤكد أن أردوغان لم يعد مرشح الأتراك الأول وأن أكتر من 47% من الأتراك لا يريدونه رئيسا لولاية جديدة للدولة التركية مسألة الإعلان عن حقل غاز في البحر الأسود قوبلت بتشكيك لافت من قبل المعارضة لأن هناك سوابخ للإعلان عن أشياء من هذا القبيل لكنها سرعان ما تبددت وتأكد للأتراك أنها كانت محض أوهام في محاولة لاستمالة الشارع التركي وتحسين الموقف التنفسي للرئيس التركي وحزب العدالة لكن أردوغان يشعر أن البصات يسحب من تحت أخدامه يخشى محاولات انقلابية يخشى من اعتراض الشارع عليه وعلى حكومته لذلك يريد أن يقول أنني سأكسب أي انتخابات سواء بالصندوق أو بغير الصندوق وأنا أحتكر القوة التي تؤهلني لذلك دكتور أحمد الشهري مديرية قوات الدعم 500 شرطي سيقدمون تقاريرهم إلى مديرية أمن اسطنبول ومنها إلى مكتب الرئاسة لماذا اسطنبول أو البداية في اسطنبول؟ أولا رحب بالزميل والصديق الدكتور بشير الأمر الثاني وثني على ما تفضل به وأزيد أن الحقيقة الرئيس أردغان لم يعد يثق في العاصمة وهي اسطنبول سواء كان من قواتها الأمنية أو حتى من رئيس بلديتها الذي هو الآن هو أكرم إمام وهو صاحب المقولة من يملك اسطنبول يملك الرئاسة ولذلك بدأ يحظر نفسها الآن لما للانتخابات القادمة وهو الفرض أو الوصول إلى السلطة بالقوة فقدان الثقة ما بين الرئيس وبين المنظومة العسكرية هذا الحقيقة مؤشر قوي وهذا يعطي دلالة عن أن الرجل بدأ ينحو إلى نحو الحكم الاستبدادي السلطوي وهو أن يكون له قوة عسكرية ضاربة تحقق له أهداف سواء كان عن طريق الانتخابات أو عن إسكات الأصوات خصوصا هناك معارضة شديدة ليس فقط في اسطنبول وإنما على المستوى التركي للسياسة الاقتصادية للتدخل في بحر الأبيض المتوسط للتدخل في ليبيا هذه أوجدت طبقة معارضة سواء كان من القوات المسلحة التي لم يعتق فيها أو من الأشياء لكن يبدو لا خيار أمام هؤلاء المعارضين سواء الاتجاه أو الذهاب باتجاه أوروبا يعني في النهاية هم يفرون من كل هذا حتى أوروبا الآن لم تعد ذلك الحليف الحقيقة لنظام أردوغان بل بدأت تكتشف أخطاءه الفادحة وبدأت تخرجه من عباءة أوروبا وأيضا الدعم الذي حصل الآن في الاتفاق الأوروبي بعد أن فشل المشروع الأردوغاني الحقيقة في ليبيا وبدأت يظهر هذا التخبط الحقيقة في السياسة كونه يأتي بهذه المجموعة 500 وهما سيزيدون هو بدأ يشعر بالخوف هو بدأ يشعر أنه أصبح هناك نوع من الخلل داخل المنظومة الأسكرية ويمكن أنه يتعرض إلى انقلاب حقيقي وليس الانقلاب المسرحي الذي قدمه في 2016 وهو الذي يكرس الآن هذه الفردية ويكرس الحكم الشخصي ويسعى إلى مزيدا من التشبث بالسلطة والإعداد للمرحلة القادلة في الانتخابات طيب دكتور بشير باختصار هل بدأ أردوغان يهيئ نفسه للانتخابات باعتبار أنه سيقضي على كثير من أصوات المعارضة وبالتالي ربما تكون الفرصة ثانية له التوقيت للانتخابات المبكرة بالنسبة لأردوغان ربما لا يكون ملائما الموعد التقليدي المحدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن سيكون في شهر نوفمبر من العام 2023 هناك حديث داخل تركيا عن انتخابات مبكرة المعارضة هي التي تميل إلى هذا الخيار الآن لأنها ترى تراجعا في شعبية أردوغان وغضبا متناميا عليه في الداخل التركي جراء تعثر الأداء الاقتصادي والمغامرات العسكرية في الخارج التي أدت إلى تراجع شعبية التحالف الحاكم وتشوه صورة الرئيس التركي وحكومته أما أردوغان فهو يراقب هذا جيدا ويعلم أنه ليس من مصلحته تقديم موعد الانتخابات لذلك حتى هذه اللحظة هو يرفض إجراء انتخابات مبكرة ويتشبث بالموعد التقليدي وهو نوفمبر 2023 ربما إذا تحسنت الأوضاع وحقق بعض الإنجازات الاقتصادية في الداخل وهذا مستبعد أو بعض النجاحات في الخارج وهذا أيضا يبدو مستبعدا الآن ربما يدعو إلى انتخابات مبكرة يظل هو صاحب الدعوة لأنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ولديه الحكومة والبرلمان ومن ثم يستطيع أن يوجه هذه الدعوة وينفذها أما المعارضة فلا تملك سوى الأمنيات فقط لأن أردوغان ممسك بكل مفاصل اللعبة السياسية في البلاد وسينتخذ توقيت المناسب الذي يتيح له البقاء في السلطة أشكرك دكتور بشير عبد الفتاح من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأشكر أيضا ضيفي هنا رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد الشهري وشكر من وصولك مشاهدين أن ألتقي غدا في مان الله اشتركوا في القناة